من الأقوال المهمة جداً اللي لفتت انتباهي وجعلتني يعني أعني التفكير في أشياء كسيرة جداً قول الفيلسوف الراحل علي عزة بوغوفيتش في أحد أقواله المهمة ليس في التاريخ ضحايا أبرياء وهذا كلم غريب جداً يعني غالباً المذابح والمقاتل دائماً تنسب الجريمة للفاعل للجريمة للمجرم للمستبد للقاتل لكن علي عزة بوغوفيتش يقول ليس في التاريخ ضحايا أبرياء يعني حاولت أفهم هذه العبارة وماذا يقصد مما توصلت إليه أن وجود مكون مثلاً اجتماعي يتعرض للظلم دائماً طول حياته أو وجود حركة سياسية دائماً لا تخرج من السجون وتجلس 100 عام أو 200 عام يعني تدور في فلك السجون ولا يصبح لها واقع أو تأثير في حياة الناس غالباً بيكشف أن هذه الحركة أو أن هذه الفئة أو أن هذا المكون الاجتماعي عنده من الخذر الكثير الذي مكن غيره منه فأول خطوات معالجة نفسية الضحية لأن أكبر الخذر الذي نقع فيه في الأمة العربية والإسلامية فكرة المؤامرة وفكرة نحن ضحايا وفكرة أننا دائماً مفعول به وأننا يعني مفعول به في العالم وفق المؤامرة الكونية العالمية التي لا حصلها ولا نهاية لها فعندما يقول على العزة بوغوفيتش ليس في التاريخ ضحايا أبرياء هو يفتح القوس للتفكير والعمل على أن نعالج أخطانا حتى نحوز النص لذلك النص القرآني الفريد والجميل لما حصل هزيمة المسلمين في أحد قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم رغم أنها كانت الهزيمة الأولى لجيش رسول الله ولكن ينبغي أن لا تتكرر وأن يكون النظر في الداخل أما أن نعيش في ثوب الضحية وأن نعيش المظلومية وأن نعيش المأساة أعتقد أمر مزعق جداً فليس في التاريخ ضحايا أبرياء إذا تكررت الهزيمة وتكررت الانكسار الفحص الأولى بغى أن يكون في داخلنا وأن نراجع أنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم